السلام عليكم ازايكم عامين ايه يا رب تكونوا كويسين وبخير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله معانك رؤية برج الجوزاء لآخر توقعات السنة آخر شهرين في السنة بإذن الله يكونوا خير ورزق وتفاؤل وسعادة وهنا تدخل على حياتك يا برج الجوزاء من أول نزول الفيديو لحد تأفيل السنة تكون حياتك كلها خير وحياتك كلها سعادة وهنا بس انت صلي على الحبيب عليها أفضل الصلاة والسلام كتر في الاستغفار وفي الدواء علشان بيغير القدر اللهم بشني بما أنتظر منك وانت خير المبشرين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الكلمتين دول انت مش قادر لما تكتبهم في الكومنتات تحت تنزل تكتبهم بنفسك يمكن ربنا يديك الحاجة اللي انت مستنيها واكتبهم بقضاء حكتك وان شاء الله بإذن الله ربنا يكتب حكتك ويكرمك باللي انت عايزه عشان انت تستاهل كل خير يا برج الجوزاء يلا بينا نشوف كراءتك ونشوف توقعاتك وايامك اللي جاية اول حاجة برج الجوزاء انت عندك دوامة عندك دوامة وعندك حيرة وعندك نغزة في حياتك برج الجوزاء عايزك تبشر الايام اللي جاية علشان فيه خير قادم لحياتك وفيه فرحة منتظرة انت بقالك مدة مستني فرحة والفرحة جاية لك بإذن الله بس انت كون مستعد لها علشان خاطر انت من كتر الهموم اللي انت فيها ما بقتش مستعد لأي حاجة ما تقلقش انت عندك طاقة تفكير ربنا هيخد لك من حق لكل الناس اللي ظلموك ظلموك اقرب مليك دايقوك وخنقوك وكمان عملو لك مشاكل حصلت عندك مشكلة لها حوالي عشر تيام سبعة تيام ست تيام المشكلة دي يا برج الجوزاء قلبك موجوع جدا جدا بيها شايفة كمان ان عندك بعض العراكيل في حياتك المادية كل ما بتقدم على شغل ما فيش اكتمال عندك ما فيش مواضيع بتكتمل عندك عندك سحر معمولك السحر ده مدمر حياتك عمل لك بعض العراكيل وبعض المشاكل وانا قلتلك في الفيديو اللي فات وقلتلك اكتب تما او ادخل على اول تعليق هتلاقي فيديو العلاج الكارين وعلاج السحر على قناة اختي يا ريت تدخل عليه وتستفاد بالفيديو برج الجوزاء انت عندك كمية انتظار انتظار مستني مكلمة مستني مكلمة او رسالة او حاجة شايفة كمان ان انت بتقول حزبنا الله نعم الوكيل في كل اللي ظلموني وازوني الايام دي يا برج الجوزاء انت بتحضر امور في حياتك فيه سفر قدامك فيه تغيير قدامك باذن الله انت اصلا دايما ملاك ومتقلق دايما ملاك ومتقلق فيه كمان تغيير جزري في حياتك باذن الله العلاقة النرجسية اللي انت فيها دي احسن حاجة ان انت تخلصت منها علشان كانت تعباك وكان كلها مشاكل وطعن اقرب مليك خانك وخيب ظنك وخلاك حتى ما بقاش عندك ثقة في اي حاجة لدرجة ان انت ولا بقالك نفسي تبدأ بداية جديدة ولا بقالك نفسي تعمل اي حاجة في حياتك من كتر الطعن والغدر اللي انت وقعت فيه شايفة كمان ان كان عندك فيه واحدة ستة حما او ام الشريك او اخت الشريك كان فيه واحدة ستة عندك خبيثة وحقودة وما كانش بتحب الخير لأي حد ولا ليك ولا لأي حد عندك تقلق في حياتك الايام اللي جاية بس فيه طرف ثالث بيتدخل في حياتك بيأزيك طرف ثالث عمل لك مشاكل كان عندك علاقة مع برج الحود وبسبب الطرف الثاني تدخل عصلت مشاكل وحصل عراقيل طلعت تعبان وطلع عندك طاقة سلبية فيه حاجة ألقاك وضيقاك فيه حاجة ألقاك ومضيقاك فيه حاجة جواك قهراك ومخليك دايما حاسس بالوحدة وحاسس بخبات الامر ده مش كده وبس كمان انت اهملت في صحتك جدا يا برج الجوزاء لدرجة ان انت بشرتك بدأت تهبأ تبقى بهتانة بدأت تهمل في نفسك وعندك تساقط شعب انت دايما دايما كده بتدعي ربنا كتير جدا الايام دي كان عندك علاقة مع برج الكوس وشايفة كمان انه ممكن يكون فيه صلح الايام اللي جاية عشان فيه نفور الايام دي بينك وما بين الشريك بسبب الغدر والخيان عندك بصمة خير دايما السحر كان بيتعملك في علاقاتك العطفية بيبقى فيها فشل وما فيش اي حاجة بتكمل ان شاء الله باذن الله هيكون لم شمل وهيكون فيه رجوع باذن الله انت دايما بتحارب كل الناس يعني انت اعلنت الحرب على اقرب مليك بسبب ان اللي من دمك ولحمك كانوا واقفين ضدك وكانوا ظلمينك كل العيلة كانت واقفة ضدك يا برج الجوزاء حياتك المهنية باذن الله هتتحسن وهيكون عندك تحسين وارجع واقولك تاني عندك رجوع مع برج الكوس ان شاء الله باذن الله فتاة الجوزاء انت قلبك موجوع انت قلبك وجعل جدا جدا لدرجة ان انت ما بقتيش قادرة تتحملي اي حاجة فيه حزت تاما في اللي انت عملته انت بقالك فترة تعبان وبقالك فترة مهموم وحزين وقلبك مطعوب كله ده مجرد وقته وانتهى انت الايام اللي جاية هتبدأ تشتغل على نفسك وهتبدأ تبص الحياتة فيه ناس بتغير منك وغيران منك ليه علشان عارفة ان انت احسن منها فدي حاجة ما تقلقكش بالعكس انت تكون متقلق اللي بيتكلم عليك تعرف ان هو مش قادر يوصل يبقى زيه فيه شوية مواضيع عندك مخلينك مضغوط ومخلينك تعبان ومظلوم شايفة كمان ان عندك حد من برج التور ظلمك والتخانك او ظلمك ووجع قلبك الفترة الجاية هيكون عندك محكمة والمحكمة دي هتكون فيها رجوع حقك باذن الله واخيرا نتاخد الحرية واخيرا ربنا هيقش معاك وهينصرك باذن الله انت الايام دي بتحاول تحضر نفسك لبعض المواضيع اي نعم فيه مجازفات في حياتك فيه حاجات مزعالات بس بتحاول تغير من نفسك وتطلع من اللي انت فيه الطاقة السلبية برج الجوزاء هي طاقة التفكير اللي جواك اللي عملالك طاقة رهيبا الايام اللي جاية فيها ساعتك بس حاول تثبت وجودك وتثبت نفسك بنفسك ربنا هينتقم لك من كل الصحرين كل الحاسدين الحاقدين الايام اللي جاية خلاص اخيرا هتبدأ تشتغل على نفسك واخيرا هتلبستاك الملوك اوراء المحكمة دي هتخلص على خير باذن الله عشان عندك تحسين بفضل ربنا شايفة كمان ان انت عندك حد تعبان عندك حد تعبان انت لما هتشتغل على نفسك الفترة اللي جاية يا برج الجوزاء هتبدأ ان انت امورك تتزبط وكمان هتبدأ توسع دايرتك وهتبدأ تكبر من نفسك ممكن تعمل كذا حاجة في نفس الوقت وارجع واقولك تاني علشان برج الكوز ظهر لك اكتر من مرة العلاقة اللي بينك وبين الكوز بسبب سحر بسبب سحر حصل فيها مشاكل فباذن الله هيكون فيه صلح وهيكون فيه خير علشان برج الكوز هيكون عنده صلح عايز اقولك كمان يا برج الجوزاء ان الايام الحلوة قادمة عليك بس خلي بالك انه العيون كتير عليك يعني العيون مس سيباك في حالك ممكن يكون عندك شهرة الايام اللي جاية عندك تقدم في حياتك بالكامل فلازم تخلي بالك من نفسك وتكون دايما متقلق ودايما متفائل فيه كمان يا برج الجوزاء الايام اللي جاية ان انت هتثبت وجودك هتثبت وجودك وهتاخد حقك من كل اللي ظلمك انت الايام دي مشغول جدا ببعض المواضيع بسبب الطاقات اللي في حياتك ده فيه كمان واحدة ست بتدخل حياتك بتعملك بطريقة رهيبة انت فعلا تعبان جدا ونفسيتك تعبان وحس ان انت تعبت وخلاص ما بقتش عايز حاجة في حياتك لا ده كله بمجرد وقت انت عندك رجوع عندك خير عندك فرصة تانية عندك حياة تتحسن بإذن الله انت مستني حاجات كتيرة جدا تتحسن في حياتك بالفعل الحاجات اللي انت مستنيها تتحسن انت بتعاني بس يا برج الجوزاء من سحر مشروب سحر منشور السحر ده عمل لك طاقة سلبية شايفة كمان ان انت حياتك فيها طاقات تفكير رهيبة فيه علاقة بعيدة عنك او لا اما علاقة بينك وما بين حد علاقة في السن كبير لا اما علاقة مع حد مش عارف انت تعمل انت حيران ومتشتت وعندك تفتاق التفكير من كل النواحي بس سلمت امرك لربنا وقلت ربنا ان شاء الله بإذن الله هيغير من نفسيته وهيديني الحياة الحلوة حصل كمان علاقة مع برج السرطان وكانت دمرتك نفسيا وجسديا وبتتحزبن بطريقة رهيبة وكان عندك علاقة مع برج العقرب وفيها مشاكل وطرف تالت تدخل وانت تعبت وقلت خلاص انا مش عايز اكمل شايفة كمان ان انت هنا عندك حاجات في حد روحاني عندك في العيلة وبسبب كده انت هتاخد قرار حلو جدا في حياتك والقرار ده هيخلصك من امور كتير جدا خلال الاسبوع اللي جاه هيحصل عندك تسريح في حياتك بالكامل وهيبقى فيه بعض الامور وهيبقى فيه خطوة حاسمة الايام اللي جاية الخطوة دي شغل جديد وظيفة جديدة تحسن جديد امور جديدة في حياتك زي ما تكون باذن الله قلبك مكسور انا عارفة بسبب الغدر والطعنات اللي جات لك من اقرب مليه دي حاجة وجعك فيه ابروك كتيرة جدا متجسسة عليك يا برج الجوزاء بتعرف امورك وبتتدخل في حياتك فهي تخلي بالك كويس جدا يا برج الجوزاء عشان فيه ناس بتتجسس عليك وعايزة تعرف كل تفاصيل حياتك الايام اللي جاية الايام اللي جاية انت هتلاقي نشاط في حياتك هتتجاوز بعض الامور في حياتك اللي عملالك عراقيل وعملالك مشاكل شايفة كمان يا برج الجوزاء ان انت اخيرا هتحسن من نفسك واخيرا التفكير اللي انت فيه انت منعينك توصل لهدفك كل اللي شاغل بالك توصل لهدفك بالفعل هتوصل لهدفك بإذن الله وهتتجاوز حاجات كتيرة جدا وربنا هيفك قربك بإذن الله في حاجات كتيرة جدا حصلت انت بتكبر دماغك منها عشان حسن دماغك وجعتك من كتر التفكير حسن انت خلاص انت بتعالج نفسك بالعافية انت كمان يا برج الجوزاء حصل عندك صدمة من حوالي كام سنة في صدمة عندك دخلت فيها شفت حادث قدام عينك شفت حد توفى قدام عينك الله اعلم بس في صدمة حصلت عندك دخلتك في اكتئاب وضغط نفسي قعدت فترة بتتعالج بيقيت تتعالج عند الدكتور النفساني بيقيت تتعالج في البيت بيت حاسس بالكآبة والحد الان الحالة بتجي له كل ما بتزعل وكل ما بتتعب وكل ما بتفتكر اللي فات حالين بدأت ترمي ورا ضهرك وتقول انا مش عايزة افتكر حاجة ابدا بينك وما بين الشريك نفور بينك وما بين الشريك حاسس ان هو انطلع عينك بيتجهلك ودي حاجة زعلك وحاجة تعباك عندك حد تعبان في حياتك الحد اللي تعبان ده انت زعلان عليه ومهموم عليه بس مش عارف تعمله ايه ولا عارف تساعده ازاي اصعب ايام حياتك مرت بيها قدام عينك انت هيكون عندك القدرة ان انت تتكلم وتتعافل وتعمل كل اللي انت عايزه باذن الله انت الايام اللي جاية هتصط في نفسك باذن الله وعندك تغيرات وممكن يكون عندك رجوع مع برج الحود بس لازم تخلي بالك من نفسك كويس جدا عشان بيحاولوا يستغلوك انت من كتر طيبة قلبك بيستغلوك في ناس هتاخد رأيك في موضوع ولما هياخدوا رأيك في موضوع انت اللي هتكرر تعمل ايه يعني هما هياخدوا رأيك في موضوع وانت اللي هتقول بقى يعني انت دايما وجهة نظرك بتكون في محلها يعني وجهة نظرك انت اللي بتقولها هما بيحبوا ياخدوا رأيك علشان عارفين ان انت لما بتقول حاجة فعلا بتكون صح عندك صراع انت يا برج الجوزاء اليومين دول صراع رهيب عاملك طاقات سلبية شايفة كمان ان في حد مش بيتجسس عليك حد عمال يزن على اودانك لدرجة ان انت تعبت مش عمال يحبش الزن الكتير في حد عمال يزن على اودانك فخلي بالك واحذر منه شخص دخل حياتك من فترة قصيرة خل حياتك قلبها فقاني تحتاني ربنا هينتأملك منه ما تنساش ان ربنا كريم ومعافق وشافي بلاش تفكر في وجع قلبك حاول تغير نفسك بنفسك انت دايما بتدور على الحب والحنان والعطاء دايما بتدور ان حد يحتويك حد ان هو يكون جنبك وسندك بس احذر من حد بيغفلك وبيحاول يستغلك خلي بالك انه فيه اشخاص كلهم مش كويسين عندك صديق عامل حبيب والشخص ده خبيس بلاش ان انت تحكي اسرارك لحد يا برج الجوزاء احتفظ باسرارك لنفسك علشان خاطر انت اللي فيك مكفيك دعائك باذن الله هيحسن من حياتك بس ليه عندك قلق وعندك توتر يا برج الجوزاء ليه عندك توتر وعندك قلق خلي بالك انه فيه حد هيدق على بابك وهيطلب منك المساعدة الايام اللي جاية هيقول لك ساعدني هيقول لك انا محتاجك هيقول لك انا عايز اكلمك اي حاجة فالقرار هيكون قرارك وانت اللي هتكرر تعمل ايه انت اليومين دول بتعاني من التوتر والقلق والحيرة والتوهان ومحتار مش عارف راسك من رجليك حتى في علاقتك مع الشريك حاسس ان كل اللي حواليك بيخضره بيك حاسس ان انت مش شايف ولا قادر تستحمل اي طاقات سلبية تاني حاسس بالاهمال وعدم التقدير من اقرب الناس لك وطبعا الوضع ده مش عجبة وعلشان كده بقيت عصبي ومتقلب المزاج لا يا برج الجوزاء اللي انت فيه ده صح انت بس روحانيتك عالية وبتكتشف الاشخاص على حقتهم فبالتالي بتاخد كل حاجة على اعصابك انت اصلا روحانيتك عالية اللي بتحسه بيحصل على طوب الفترة اللي جاية دي يا برج الجوزاء الحاجة اللي انت منتظرها هتحصل باذن الله والاوضاع اللي انت مستنيها باذن الله هتبقى فيها انفراجات واخيرا وشك هيبتسم تاني وهيرجعلك شعور الراحة والسعادة في حياتك بس انت حاول تفهم كل الاشخاص اللي حواليك انت لك عند حد فلوس يا برج الجوزاء او انت مستل في حد فلوس المهم ان الموضوع فيه فلوس عندك فياريت تخلي بالك وبلاش تستل في حد علشان خاطر هم بياخدوا وما بيردوش انت بقالك مدة بتتصل بحد ما قالك مدة عايز تتطمن على حد ومش عارف تتوصله وعشان كده متدايق ومخلوق وحاسس انه بعض الانطلابات في حياتك فيه موضوع عايز توصله ومش عارف بسبب ان انت فيه حس انه فيه عراقيل وقفة في حياتك طاقات التفكير دي كلها بمجرد وقت بس ليه انت هنا بالك مشغول بحاجة معينة فيه حاجة بالك مشغول بيها جدا انت يا برج الجوزاء هيبقى عندك خطوبة وعندك جواز بإذن الله برج الجوزاء حب اطمنك وبشرك وقولك ان انت عندك حمل عندك زيادة في القسعة عندك مولود جديد هينور حياتك عندك طفل جديد في العيلة لو انت عزباء فعندكم طفل في العيلة زيادة لو انتوا متجوزين فانتوا عندكم زرية صالحة بإذن الله وربنا هيكرمة ومش كده وبس كمان يا برج الجوزاء ده حتى السحل اللي في حياتك هيتفك بإذن الله علشان انت تعبته مظلوم فيه شخص عندك توفى الحد اللي توفى ده تعبك يعني هو مش تعبك انت تعبت من بعد ما هو توفى كنت مسنود عليه في الحياة وكنت رامي همومك عليه حتى اطفالك جايين ضدك وعالين الحرب عليك انت كنا هنا يا برج الجوزاء حصل عندك غيرة من حد مقرب ليك يعني في حد بيغير منك ارجع واقول تاني وكل مرة بقول لبرج الجوزاء الديون قصر الظهرك الديون هي اللي عملت لك اذاب غير طبيعي لدرك ان انت قلبك وجعت من كتر الديون اللي عليك وبتحاول تشتغل على نفسك ببعض المواضيع علشان خاطر ان انت تسد اللي عليك وبرضو مش عارف شايفة كمان ان انت عندك احلام رهيبة بتحلم بكوابيس بتحلم بحاجات مزعجة بتحلم بتوتر بتحلم بحيرة بتحلم بتعبين كتيرة جدا وانا قلتلك يا برج الجوزاء عندك تعبان في حياتك على هيئة بشر على هيئة ملاك الحد التعبان ده مش كوي الحد ده امركز جدا في حياتك عندك تركيز غير طبيع انت من كتر الحسد يا برج الجوزاء النمل في بيتك مش طبيعي يعني انت عندك نمل في بيتك مش طبيعي نمل بطريقة رهيبة احتمال يكون عندك احتمال الايام اللي جاية تغيرات في بعض المواضيع انت عاوز تطلع من البيت اللي انت فيه علشان حس ان انت تعبان وحس ان انت بقالك مدة متدايم شايفة كمان ان انت هنا عندك حد بيحاول يوقعك في خطأ فخلي بالك انت خد حذرك من المقربين ليك وعندك دعم ماد دي باذن الله بفضل ربنا سبحان الله وتعالى عندك دعم ماد دي حلو جدا بس خلي بالك من نفاق ومن حاجات بتدوره حواليك بس انت من طيبة قلبك ما بمعدش عارف تفصم فيه حد بيهملك هنا وحد ما بيسألش عنك بس انت برضو بتحبه وعايز تكلمه وتسأل عليه بس فيه حد يعني مطنشك وخلي بالك يا بورك الجوزاء ان انت فيه حد بيرقبك من بعيد والحد ده انت مش مبيل لك وفي نفس الوقت فيه حد عايز يكلمك بس مش عارف خايف من ردد فعلك علشان انت ردد فعلك بتكون ممكن تزعل الاخرين اللي حواليك فبالتالي انت بدأت تكون مختلف عن الاخرين تصرفاتك الايام اللي جاية هتكون تحت الاضواء يعني ايه يعني كل الاشخاص اللي حواليك هيحاولوا دايما يركزوا جدا على حياتك فحاول انت تكون دقيق في بعض التصرفات وعايز اقولك على كام حاجة كده يا بورك الجوزاء ان انت بلاش تتعامل بنية صفية دايما يعني بلاش تكون شخص تلكائي بتتعامل مع الناس بحسن نية واضح صريح دايما ما بتعرفش النفاق ولا الكد اه لو حد وحش بتقوله انت وحش لو حد كذا بتقوله انت كذا لا يا بورك الجوزاء ما تكونش كده خده ما تشتريش يعني بلاش يعني وازن الامور وازن الامور بلاش تزعل حد منك انت مش هقولك ان انت دبش في كلامك بس انت صريح ودي حاجة كويسة بس مش كل الاشخاص عايزين الصريح دايما خليك صريح مع نفسك وما تكونش صريح مع الاخرين واتمنى ان انت تفهم كلامي كويس جدا انت يا بورك الجوزاء عايزك تكتم الايام الجاية والداري اي فرحة هتحصل لك في حياتك لازم الفرحة اللي هتحصل لك في حياتك تكتمها النفسك وما تبقاش مبلاش تتكلم اه ناس كتيرة جدا خيبة اكتشفت ان الحب ده مش الحاجة اللي انت كنت تفكرها من البداية بالعكد اكتشفت ان انت الحب ده انت كنت مغفل فيه فالحب اصلا مش كده يا بورك الجوزاء بس انت اللي كان دايما عندك اختياراتك غلطت غلط ودايما بتدفع تمن طيبة قلبك الايام اللي جاية دي يا بورك الجوزاء هتكون اقوى من الايام اللي فاتت وهتغير من حياتك احساسك دايما بيكون صادق بتعرف الاحداث والمواكف جدا بتعرف الخبص واللقم بتعرف الناس اللي عايزة تأذيك من اول نظرة ليهم عايزة تحذر من شخص بيسمع منك وما بيشكش كتير ولا عايز يحارب معاك خلي بالك ان ممكن الايام اللي جاية فيه ناس عايزة تدخل حياتك علشان خاطر تعملك عركي انت اليومين دول بتعيش فترة من حالة غريبة فترة كده ركود كلها ركود ما تقلقش دي بمجرد وقت والايام اللي جاية هتتحسن وهتوصل كمان لحلمك بإذن الله انت هنا الايام دي يعني هيبقى فيه اشتياء الايام دي يا بورك الجوزاء هيبقى فيه اشتياء في حياتك لشخص معين او فيه حد بعيد عنك الله اعلم بلاش تقول انا نحس انا فقر انا مفيش اكتمال لا انت بس البومات اللي مركزين في حياتك عارف شكل البومة انت تعرف شكل البومة يا بورك الجوزاء اكيد عارفها شفت البومة دي اهديم قاعدة في حياتك ومركزة ما شاء الله عليها بتحاول يعني بص ده هي مركزة في حياتك اكتر من انت مركز انت عارف يا بورك الجوزاء انت لو نسيت حاجة في حياتك ورحت سألت البومة دي هي هتلاقيها فاكراها من غير ما تحكي لها ليه عشان هي أصلاً مروهاش أي حاجة على أن هي مركزة في حياتك هو ده حاسة أن هي ده شغلها حاسة أن ده أكل عيشها ما يعرفوش أن أنت أن ربنا معاك ما يعرفوش أن ربنا هيديك وهيفرها وهيغير من نفسيتك لأ هم بس يركزوا في حياة الناس دي حاجة كويسة لهم عندك هنا واضح أمور بإذن الله في حياتك خلي بالك يا برج الجوزاء قوعة ترجع لحد أو لو حد رجع لك من الماضي بلاش أن أنت شخص بلاش ترجع لأي حد من الماضي وده حاجة هتكون كويسة عشان أنت عندك رجوع لحد فيه مبلغ جاي لك المبلغ ده أنت هتعمل به مشروع المبلغ ده أنت هتشغله كويس جداً في حاجة كويسة وهتعمل به حاجات كتيرة جداً فيه شخص بيحاول يستغلك مبين لك أن هو بيحبك وأن هو أن أنت وإنت وإنت هو أصلاً شخص مش كويس شخص كده بيعلعب على الأطراف كلها فيه واحد هنا عندك كمان يا بورج الجوزاء لابس قناع الملايكة لابس قناع الحاجات أنت ما بتحبش المفاجآت بس يعني بتحبش المفاجآت وزهقت من الصدمات والمقالب من اللغبطة في حياتك عندك أمور جدير جداً بتكتشف لك قدامك شايفة كمان أنه في حقيقة الحقيقة دي كان فيها حد بيجذب هتكتشف قدامك وإنت اللي هتروع نفسك بنفسك وهتاخد القرار أحلى حاجة في بورج الجوزاء أن هو بيحاول يهد نفسه بنفسه فاهم كل حاجة بتحصل قدامه بس عامل نفسه مش واخد باله وعامل نفسه عبيض وبيقول مع الأيام هتجي لي الحاجة لحد عندي طلع نفسك من طاقة التفكير اللي انت فيها وتتجنب حاول تتجنب كل المشاكل اللي انت فيها وبلاش تكون منفعل بطريقة رهيبة بالشكل ده خد بالك خد بالك من نفسك كويس جداً من الأيام دي والحاجة اللي انت عايز تشتريها اشتريها واعملها من غير أي حاجة فلوسك متبخرة فحاول يا بورج الجوزاء أني أنت ما تصرفش فلوسك على الفاضي وعالمليان حاول تمسك من نفسك كويس جداً حاول أني انت تشتغل على نفسك الأيام اللي جاية واخد حذرك من أشخاص حواليك منفكين وكذبين ومن حية عاملة وش الملايكة في حد عندك هيوقعك في حفرة وبفضل ربنا بدعوات ربنا يا بورج الجوزاء أني ربنا نجاك وبفضل دعوات الستة الكبيرة اللي عندك بإذن الله أنت تعرضت لضغط نفسي والضغط النفسي ده فقدت فيه أعصابك لدرجة أن أنت ببقاش عندك أعصاب حتى تلمها مواجهات كتيرة جداً في حياتك كذا مواجهة أكتر من مواجهة بتاعي عندك في حياتك عندك أمور كتيرة جداً في حياتك فيه كمان هنا خصم بينك وما بين الشخص والخصم ده تعبك أنت بتحب التجمعات وبتحب العيلة وبتحب الناس بس دايماً مظلوم وظلمت نفسك بنفسك في علاقة تعبتك أيوة في علاقة تعبتك فيه حاجة هنا هتحصل في حياتك الأيام اللي جاية فياريت تخلي بالك من الدائرة اللي أنت فيها وكون حريص من أشخاص منفكين وكذبين أشخاص منفكين وكذبين بلعبوا على كل الأطراف المواجهة دي بورك الجوزاء هتبقى خير ليك بإذن الله هتبقى خير جداً ليك شايفة كمان أني أنت هنا ما بتعرفش تكسف حد ولا بتعرف تكذب على حد يعني أنت لو حد طلب منك حاجة بتدي من غير مقابل فياريت تخلي بالك من نفسك شوية بورك الجوزاء وبالاش إحساس الوحدة اللي أنت دايماً حاسس بيه ده شايفة كمان أني أنت في حاجة بتشتغل فيها الحاجة اللي أنت بتشتغل فيها دي شاي المسئولية كبيرة فيها وشاي الحمل كبير الفترة اللي جاية هيبقى فيها خبر مفاجئ أنت بقالك مدة مستني الوضع هي تحسن بس فيه موضوعين محيرينك أو فيه موضوع مش عارف تاخد فيه قرار كل اللي بتعمله أن أنت بتفكر بطريقة رهيبة الحسد ده حسد غير طبيعي محسود يا بورك الجوزاء بطريقة رهيبة عايزك تاخد بالك من حياتك كويس جدا من الغدر ومن كل حاجة بتحصل في حياتك علشان أنت يعني حاجات كتيرة جدا متغيرة في حياتك فعايزك تخلي بالك من نفسك كويس جدا عشان خاطر الأمور اللي هتحصل في حياتك هتتحسن بإذن الله ما تدخلش في أي مشروع علشان فيه مشروع دخلت فيه فشل وده أزاك يعني المشروع اللي دخلت فيه وحسيت أنه هو ما تكملش أنت تعبت تعبت وحس أن أنت عندك ضغط نفسي لدرجة أنت يعني اليومين دول يا بورج الجوزاء أنت محتاج تاخد فترة من الراحة ومحتاج أن أنت ترمي الهموم ورا ضهرك وتبص النفسك شوية وتطلع من اللي أنت فيه علشان التعبين عندك مش سايبهك في حالك التعبين مش بتعايز حاجة غير أن هي تتكلم عليك وتأذيك دايما عندك حروف كتيرة جدا أزياك عندك حرف الألم الألف والحا واللام والميم والنون والكاف والواو دول حروف ظلمك وحروف مخيبة ظلمك في الحياة دايما دايما أنت بتدور على راحة البال وبإذن الله تلاقيها الفترة اللي جاية علشان عندك تغيرات جزرية بإذن الله الدوامة اللي أنت فيها دي كلها بمجرد وقت مع بداية الشهور اللي جاية أمورك هتتحسن وحياتك والله هتتزبط بإذن الله وهيبقى عندك بينك وبين الشريك التنطلقات بس أنت دايما إدعي ربنا ربنا بيحب اللي يدعي يا بورك الجوزاء طول ما أنت بتدعي ربنا صدقني ربنا هيكرمك وهيوسع عليزك وهيديك كل اللي أنت عايزه أنت أصلا عندك تغيير كامل والتغيير الكامل ده هيزود من معنوياتك هيديك السعادة اللي أنت عايزها بس خلي بالك من نفسك بينك وما بين شخص إزعاجك أنت يا جسمك واجعك واجع غير طبيعي يعني جسمك كله واجعك يا بورك الجوزاء حاسس بألم غير طبيعي في جسمك كل ما بتتعالج نفسك بنفسك ما بتلاقيش أي نتيجة أنت في حاجة متبحة في حاجة بتحاول أن يعني في موضوع شاغل بالك وبتابعه من بعيد في موضوع شاغل بالك وبتابعه من بعيد عندك هنا الشريك حياتك بيحاول أن هو يرجع لك شريك حياتك بيحاول أن هو يرجع لك أو في حد بيحاول أن أنتوا يرجعوكم لبعد فيه قرار هتاخدوا القرار ده يا بورك الجوزاء أنت اللي هتكرر تعمل إيه الجوزاء عند رتباط وديني بقول تاني لو ما كانش ورق محكمة فهو ورق سفر ورق خير الحمى دي أعوذ بالله استغفر الله العظيم منها سببالك أزم سببالك ظلم سببالك غدر ظلمك كسر نفسك مخلية مفيش اكتمال عندك في حياتك بس أنت مشكلتك أن فيه كذا حاجة عايز تعملها في أي وقت في كذا وقت يعني في نفس الوقت كذا حاجة عايز تعملها في كذا الوقت لا يا بورك الجوزاء شوف أنت عايز إيه واشتغل عليه كويس جدا ووحدة ووحدة هتطلع السلم هتطلعه بإذن الله هتطلع منصور بس نطلع السلم واحدة وحدة ما نطلعش مرة واحدة علشان إحنا اللي بنخصى كتير خلي بالك وركز كويس جدا على حياتك وركز على هدفك أنت دايما متألك يعني أنت عندك كسة حب جديدة عندك بداية جديدة تغيير جديد أنت طلعت من علاقة قديمة كانت نرجسية كانت كلها مشاكل وضعك العاطفة بإذن الله هكون تغيير إيجابي هتحس أخيرا يا بورك الجوزاء هيبقى عندك استقرار بإذن الله وهيبقى عندك نوع حلو جدا يعني في حاجة هتطمنك وهتلاقي اللي يتطب عليك واللي يفرق همك الفلوس اللي هتجيلك هتسدي بها ديونك أو هتاخد كارب أو هيبقى فيه عندك فلوس الأيام اللي جاية يا ريت الفلوس اللي جاية لك دي يا بورك الجوزاء حاول أنت تستغلها صح وحاول تعمل الحاجة اللي أنت عايزها صح علشان خاطر ما تندمش حلمك هيتحقق بإذن الله فضل ربنا سبحانه الله وتعالى أخيرا هتوصل لحلمك أخيرا هتحقق هدفك شايفة كمان يا بورك الجوزاء أنت فيه صفحات قديمة هتقلبها من حياتك وهترميها وردارك وهتبص للأمور الحلوة بس اللي في حياتك حاول ترش بيتك بالملح علشان بيتك كله مليان ملح بيتك كله مليان حسد ونم يعني أنت حاول أن أنت ترش بيتك بالملح علشان خاطر الحسد يطلع منه شايفة لك كمان هنا يا بورك الجوزاء أنت العلاقة اللي أنت أتعطاها دي فيها خير ليك وفيها رزق شايفة لك كمان فرحة والمواجهة اللي هتحصل عندك دي خد بالك من ردة فعلك وخد بالك من احنا حاول تفكر في الكلام قبل ما يطلع منك علشان خاطر بص يا بورك الجوزاء فيه أشخاص حوالك عايزين أصلا يوقعوك في الفخ فأنت خد حذرك وخد بالك والكلمة اللي تطلع منك تطلع منك بحساب طيبة قلبك دي بلاش تكون طيب زيادة عن اللزوم كفاية بقى طيبة قلب ما انت كنت طيب كتير جدا فاخد حذرك يعني هتفضل لحد امتى طيب هتفضل لحد امتى بتتضرب بلاش ان انت تتضرب زيادة عن اللزوم خد حذرك خد بالك خليك دايما متقلق خليك دايما حذر مع الاشخاص اللي حواليك فيه ناس مش حبالك الخير بتحكد عليك عايزة توقعك في أخطاء فلازم انت تكون دماغك شغالة ما تقلقش كل الخير اللي انت مستنيها يحصل كل الفرحة اللي انت عايزها بإذن الله تحصل ما شايفلكش عراكيل في حياتك كل العراكيل دي مجرد وقت وبإذن الله ربنا هينصرك على أعدائك وعلاقاتك مع بعض الأبراج ممكن يكون فيها تحصل علاقتك مع برج الكوس هيكون فيها تغيير وخلي بالك وكون حريص على حياتك الأيام اللي جاية فيها سعادة عندك وفيه تغيرات وفيه نقلة جديدة وخد حذرك من الأفعال اللي عاملة ملاك وبتلعب على لجميع الأطراف تحياتي ليك يا برج الجوزاء لو عجبتك الكرامة تنساش طبعا تشجعني بالصلاع الحبيب واللايك الجميل وبإذن الله نزل لك توقعات جميلة زي